خلينا نروح لزمائلنا من الأرض ملعب فاروق صلاح ولقاء مع عمر عزب أحد أيضا نجوم الفريق ونجوم اللقاء اليوم إليك الكلمة يا فاروق جديدة بجاد التحية من الكابتن هيسم السعيد وضيوف الكرام كباتن مصر عقب نهاية اللقاء بي نضمننا واحد من نجوم الببراء وزي ما حدك قلت كابتن هيسم واحد من نجوم النادي الأهلي هذا الموسم كابتن عمر عزب كابتن عمر موسم هو الأول ليك مع النادي الأهلي تلتة بطولات بطولة مطلة القاهرة بطولة العربية وبطولة المرتبط لكن عمر عزب تحسه مولود جوى النادي الأهلي سريعا اندمج مع الفريق كلها عوامل سهلت على عمر عزب بالسنة الأولى لي مع النادي الأهلي طبعا أنا في الأول بحب أشكر رحب كابتن هيسم وضيوفه طبعا وبحب أشكر الدعم القناة الأهلي بتعمله ده طبعا دي حاجة أنا بتديني دعم في المرعب بتديني سابورت الحاجة الحمد لله بتاري كويس جدا نحن نتكلم في الطائرة الأول والحمد لله خلاصنا كويس بحاجات ثانية بحاجات ثالثة فدو طبعا إحنا مركزين في حاجة حاجة فدلوقتي نحن في الدوري مركزين في الدوري ماتش بماتش نحن لأسف الخسارة الماتش اللي فات ده طبعا إحنا كان من جدي عادي مش حاجة مش بيدينا الحمد لله وعدت قفلنا الصفحة استعدنا كويس أوي للماتش دان الماتش دا نحن نعتبره إن نحن نديل الجماهير طبعا ماتش ديربي ماتش أهل وزمالك فإحنا مركزين جدا كان فيه طبعا أخطاء النهاردة خلت ماتش قريب بس إحنا الرجولة والروح الفنية للحمراء طبعا دي يعني غطت على كل حاجات تانية فدي الحمد لله اللي خلتنا يكسب الحمد لله كابتن عمر إيه اللي اختلف في استعدادكم للمباراة لهذه المباراة عن المباراة اللي فاتت أنتوا كلعبين كجهاز فني كنتوا بكلموا بعض أكيد اختلف الاستعداد النهاردة خاصة هي مباراة من المباراة المهمة جدا لجمهور النادلاء طبعا هو مباراة أهل وزمالك ديربي معروفة يعني إحنا طبعا استعدين جميل جدا إحنا نستعد كل ماتش يعني إحنا كلنا بنركز ماتش ماتش الحمد لله بس الماتش ده بالذات إحنا كنا عايزين نكتابه ونفرح الجماهير طبعا ونطلع كل اللي عندنا 100% كان فيه أخطاء طبعا كان فيه أخطاء كان شوية كانت قفلة شوية يعني بس الحمد لله ربنا كرمنا عملنا اللي علينا بزيادة كلنا جهاز طبعا كلنا الحمد لله ربنا كرمنا مستر جوستي بوش إيه اللي اختلف يعني كلامه معاكم قبل المباراة دي قال لكم إيه قبل المباراة هو برضو عارف قيمة المباراة بالنسبة لأهل وزمالك وقال لكم إيه بعد المباراة طبعا قبل المباراة دينا طبعا حماس جدا شجعنا جدا كلنا اللي بيغلط بيشجعه الراجل بصراحة وقف في دهرنا كلنا حتى بعد الخسارة آخر مواتش لأ هو ما عادي قال لأ صلح لنا أخطأنا ما مزعرش لحد جامد لأ وزع لنا إدانا دفع إدانا روح والروح بازنت في الملعب إحنا كلنا الحمد لله بنطلع 100% أقصى عندنا حتى لو ما فيش توفيق لأ إحنا بنلعب بروح فده اللي بيعمل شكل الحمد لله كويس حمد لله بعد المباراة اللوكي ويعني اكتماع معكم بعد المباراة أكيد مرحلة اللي جاء مرحلة مهمة جدا أي أبرز النقاط لأهل لكم بعد المباراة وطبعا بعد المباراة قال لنا طبعا المكسب جميل انتوا قدمتوا قدروا تعملوه قال لنا فيه منظر كان ممكن يتقدم أحسن من كده وكان عايد طبعا وفيش مدرب كل المدربين مش عايزين أخطأ خالص ودي طبعا حاجة صعبة جدا بس طبعا هو قال لنا شكرنا على مجهودنا وقال لنا مبروك الفوز ده فوز طبعا ما يفعش نخسر مطشين وربعات أبدا في حياتنا دي طبعا حاجة أنا باحترمها المنتاليتي دي طبعا حاجة يعني هو ماشي بيها فده الحمد لله بيعاكس علينا في الملعب بيخلينا نطلع اللي عندنا كله عمر عزب في أول سنة في النادي الأهلي عايز يقولي للنادي الأهلي عايز يقولي الجمائر النادي الأهلي انطبعك وانت خلاص عيشت جوه النادي الأهلي أمور أكيد اكتشفتها جوه النادي الأهلي تفري كتير جدا مع عمر عزب طبعا أنا في الأول ما جيت النادي حاسيت أننا الفرقة مش غريب يعني الحمد لله كابتن الفرقة مدي الجرحي الفرقة كلها دخلوني في الفرقة على طول حاسيت أنها مش غريب حاسيت أننا في بيتي دخلت في بيتي فده طبعا إداني راحة أن أنا ألعب وليس طبعا عندي أكتر روحة حدي أكتر للنادي الأهلي بس خليني ألعب مستريح خليني أطلع كل المجهود اللي عندي خليني أحب النادي الأهلي فده طبعا والجماهير طبعا لدعمهم على طول ده طبعا وفي ظهري حتى وانا كويس وانا وحش الحمد لله ده اللي خليني أطلع اللي عندي كله الحمد لله شكرا كابتن عمر أتمنى كنت وفيه والجماهير مستني منك كتير خلال فترة اللي جاي كابتن عيسى من دا كان لقنا مع كابتن عمر عزب لعب فريق النادي الأهلي وكده بننهي يعني تغطيطنا اللي كانت على مدار اليوم على شاشة قناة النادي الأهلي والختام كان ختام بفوز رائع لفريق النادي الأهلي للكرت السلة أو رجال السلة على فريق نادي الزمالك بنتيجة 71-64 طاقت جمهور النادي الأهلي النهاردة استمتع بوجبة كروية داسمة يعني تقدر تقول بدءا من مباراة الكرة الطائرة والفوز على سبورتينج ثم فريق السيدات والطائرة أيضا والفوز على فريق هاليوبلس والختام بالفوز على فريق الزمالك يوم أكثر من رائع يا كابتن أيسم مجود كبير جدا حضرتك بزلتوا طبعا على مدار اليوم وأيضا كل الفريق العمل الموجود معنا في قناة النادي الأهلي النهاردة على مدار اليوم طبعا أنا بشكرهم من خلال من خلالك من خلال القناة النادي الأهلي ودائما نكون عند يعني حص نظن جمهور النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للكابتن أيسم السعيد فروس صلاح بشكرك شكرا جزيرا بشكرك الحياة من كل قلبي أنت وسالح حامد على المجود الرائع اللي أنتوا بزلتوا بشكر كل طبعا من قناة النادي الأهلي اللي في الملعب اللي ساعد النهاردة في تقديم هذه التقطية بالشكل اللي يزيليه جبيرا